أكد مدير عام مستشفى أبو سنبل بأسوان محمد أبو الوفى تواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من السودان أضاف أبو الوفى خلال تصريحات خاصة لتلفزيون المصري أضاف أنه تم استدعاء عدد من التخصصات الطبية مع زيادة إعداد الوافدين لمنع تكدس بالمستشفى وتقديم الخدمات الأفضل سواء لإهالي أسوان أو الوافدين نسبة الإشغال في المستشفى الحمد لله بتغطي عدد السكان فتغلبنا على الوضع في الأزمة ونسبة الإشغال كانت على قدر المستطاع ما كانش فيه الحمد لله تكدسات كبيرة من الحالات وحتى الآيام اللي كان فيها عدد حالات كبيرة أو الفترة الأولى اللي كانت موجودة كنا نتعامل مع الأزمة بزيادة الطاقة الاستعابية اللي موجودة في قسم الاستعبال والطاقة الاستعابية اللي موجودة في القسم الدخلي والعمليات وده طبعا كان ساعدنا فيه كتير الرفع وزيادة الكادر الطبية اللي احنا زودناها يعني تقريبا احنا ضعيفنا كل التخصصات الطبية اللي هي اللي خاصة بالجراحات واللي خاصة بالتخصصات الطبية العجلة والحرجة ضعيفنا العدد فيها والاقسام اللي هي خاصة كذلك برضو التمريد فده ساعد معنا كتير خالص